وده يخدنا لسؤال كابتن هاني كيروش وبرضو أجاري كان عنده نفس الموضوع وكوبر كمان التلات مدربين الأجانب في مصر احنا عندنا وفرة اليومين دول شوية في الأجنحة عندنا ناس كتيرة وتقيلة في مركزها راس الحربة عندنا في مصر القماشة مش واسعة قوي وهل ده اللي بيخلي المدرب الأجنبي يعتمد بشكل أكبر على الساكن سترايكر اللي بيجي من الوينج يضم الجوة ويسحب راس الحربة لبرة عشان يفضي مكان لمحمد صلاح أو لمرموش فده اللي ممكن يخلي الناس مثلا تقول مصطفى محمد لعب البطولة كلها ما جابشه على جوله هو راس الحربة وهو واخد وجب تكتيكي مختلف من المدير الفني ما فيش شك طبعا طريقة اللعبة بتختلف يعني انت بتلعب بطريقة لعبة مختلفة شوية لو بتلعب أربعة ثلاثة ثلاثة تاني بنقول موضوعا السترايكر الكلاسيك ما بقاش موجود في مشكلة يعني ده الكلاسيك ده تسعة يعني لكن على مستوى حتى المان سيتي ما بلعبوش بالسترايكر على مستوى حتى ليفر بول بيكون ما بتلاقيش استرايكر واضح يعني ما بيكونش في روتيشن ما بين فرميني وماني الاربعة تكلم على الثلاثة والاربعة اللي بيكملوا في الحتة القدامين فالتاكتك بتتوقف على ده انت كروش بلعب أربعة ثلاثة ثلاثة ما فيش شك انه بيعتمد بشكل كبير جدا وشفناه بشكل مؤثر ان محمد صلاح ما بتشوفهش حطرف كتير خلاص محمد صلاح هو دخل الثمنتاشر بالشكل كويس محمد صلاح بيبقى ساكن سترايكر موجود عمر مرموش كمان بيضم الجوة فده بيديك كمان أولوية لعمر كمال انه بيشتغل كوينجر بيدي أولوية للفتوح اللي عنده ميول هجومية انه يلاقي المساحة اللي يشتغل فيها وبالتالي انت بتلعب على شكل معين بتلعب على شكل لو اختراق لمحمد صلاح واستغلال سرعاته او لو محمد صلاح جوه ومرموش جوه يبقى عندك مساحة برة يطلع فيها عمر كمال يطلع فيها فتوح ونستغل القوة بتاعت مصطفى محمد في الهيدرز بلعب بدماغه كويس قوي وبالتالي انه عندك كذا حلول عندك حلول سريعنا عشان احنا وقتنا يعني خلاص يعني من اهم المدفعين كابتن هاني رمزي كاميرون فيها اتنين روس حربة جايبين 11 جون كاميرون جايب 11 جون من هم اتنين طبعا ابو بكر طبعا الخطورة ابو بكر انه هو في تحرقاتي داخل التمنتاشر يعني هو سترايكر بوكس يعني ما بيسجلش كتير من برة التمنتاشر اللاعب طبعا النصر السعودي لكن لعيب واضح من امكاناته وخلال امكاناته الواضحة في الملعب ان احنا لازم نوقف دي بحتتين الحتة الاولينية مش هقولك لازم الاول المرأب عليه طبعا 100% لكن كمان انك تمنع الكرة العرضية لو احنا بنتكلم انه مميز في ضربات الرأس مش هنقول الاول نقول انك تمنع الكورسات بشكل او مش هتمنحها خالص لكن تقلل من فرص انك تلعب كرة عرضية وده بالتالي كمان الكرات السابتة مهمة جدا جدا للمنتخب الكاميروني بيلعب دماغهم كويس عندهم اطوال كويسة وبالتالي لازم نقلل شوية الاخطاء خارج التمنتاشر اشتركوا في القناة